هذه الألغام هي إلا جزء يسير من آلاف الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في مناطق واسعة من المديرية المحررة الشمالي محافظة حجة هذه الألغام تم تمكن الفريق الهندسي التابع للجيش الوطني من انتزاعها خلال الأسابيع الماضية بغية إطلافها والقيام بعملية تفجير لهذه الألغام وللمزيد حول هذه العملية ينضم معنا الرائد محمد ردمان لتفاصيل أكثر تم انتزاع في الفترة الأخيرة ما يقارب الشهر سبعة ألف لغم بإذنه تعالى سيتم تجميعها في حفر ويتم التخلص من آلة الموت التي زرعتها هذه الميليشيا ألغام أربات عبوات ناسفة ألغام فردية أشراك خدائية متنوعة ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود المهندسين تم انتزاع كل شرك خداعي زرعته هذه الميليشيا وبإذنه تعالى في اللحظات الأخيرة القادمة سيتم التخلص منها وتفجيرها إذن بهذا الرقم يصل عدد الألغام التي تم إطلافها منذ نحو ثلاث سنوات إلى أكثر من ثلاثين ألف لغم متنوع بين ألغام مضادة للأفراد والألغام مضادة للعربات وأيضا عبوات ناسفة فضلا عن العبوات الموهة التي يتم تفجيرها عن بعد مشاهدين الآن ننتقل معكم إلى توثيق لحظة تفجير هذه الألغام وفقا للهندسة العسكرية تعد هذه العملية السادسة التي يتم فيها إطلاف هذه المخلفات منذ نحو ثلاث سنوات والأولى خلال العام الجاري لكن ونظرا لألاف الألغام التي لا تزال تهدد حياة المدنيين فإن هذا الموقع العسكري على موعد مع عمليات إطلاف مستمرة محمد يوسف لقناة بلقيس محافظة حجة